لحية كثة يتوعد في مقابلة مع إحدى القنوات الفرنسية بالنصري وعدم الاستسلام لضربات الناتو والثوار على حد سواء وقد لمح إلى أن المعركة تقوم على أساس انتقامي من قبل بعض الدول الأوروبية مشيرا إلى فرنسا غير أن وعيده ووعده هذا لم يخلو من لهجة دبلوماسية عدد فيها نقاطا يستعد والده لتنفيذها إن توقفت الضربات إذا كنت غاضبا مننا لأننا لم نقم بشراء طائرات رفال فيجب عليك التحدث معنا وإذا كنت غاضبا مننا بسبب السفقات النفطية فيجب التحدث إلينا المتمردون لن يعطوك شيئا لأنهم لن يفوزوا تريد ديمقراطية نحن مستعدون تريد الانتخابات نحن مستعدون ماذا تريد بعض؟ أما على الجبهة الأخرى ففيما يستعد الثوار للتوجه إلى معركة هدفها طرابلس يعاود رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبدالجليل الظهور لنفي موافقته على بقاء القذافي مشيرا اللامجال لذلك حتما كما أكد المجلس عدم نقضه أي من العقود النفطية والاقتصادية التي أقامها نظام العقيد معمر القذافي ولعل ما يدعم نبرة المجلس القوية هذه هو ما يحققه من مكاسب سياسية جديدة كان آخرها اعتراف تركيا به ممثلا شرعيا للشعب الليبي وسحبها سفيرها من طرابلس بالتزامن مع مساعدات بقيمة 200 مليون دولار تعتزم أنقرة تقديمها للثوار يسعدني أن أقول مرة أخرى أن تركيا تعهدت بـ 100 مليون دولار كتبرع للقضايا الإنسانية مثل تونس أو اللاجئين في جوانب أخرى واليوم نعلن تأمين مساعدات بقيمة 200 مليون دولار منها 100 مليون بشكل نقدي مباشر و100 مليون عبر مشاريع لاستخدامها في تأمين الاحتياجات الملحة للشعب الليبي وفيما يستمر السجال السياسي والعسكري بين الطرفين تحاول بعض الأطراف إخراج ليبيا من أزمتها عبر التفاوض حيث يجتمع الرئيس الروسي ديمتري مدفيدف برئيس جنوب إفريقيا جيكوب زومة ورئيس قوات حلف الأطلسي أندروس فوغراسموسين لبحث سبل إحلال السلام بدل القتال في ليبيا